عايز اتكلم في النقطتين على السريع كده نقطة الاولانية نقطة مهمة جدا 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 شفناها اليومين ثلاثة اللي فاتوا نادي الاهلي عمره ما بيسيء لحد ولكن رموز النادي الاهلي خط احمر رموز النادي الاهلي خط احمر لان الاساءة اللي حصلت والتجاوزات اللي حصلت اليومين ثلاثة اللي فاتوا لرموز النادي الاهلي محدش يقدر يسكت عنها محدش يقدر يسكت عنها النادي الاهلي يعني نجح في كل حاجة ولكن مش سكته السكة دي مش سكته السكة دي بس بيعرف يجيب حقه بيعرف يجيب حقه بالقوة وبالقانون بيعرف يجيب حقه إنما التجاوزات اللي حصلت السباب والشتائم والحاجات الخارجة عن الناس اللي هي أصلا مش بتاعة النادي الأهلي بتاعة ناس تانية احنا عارفينها بتاعة ناس تانية احنا عارفينها وللأسف المسؤولين في المنظومة الرياضية سكتين عنهم المسؤولين المسؤولين عن المنظومة الرياضية سكتين عنهم ليه؟ معرفش لحساب مين؟ معرفش مرة تانية وثالثة وربعة رموز النادي الأهلي خط أحمر والنادي الأهلي بيعرف يجيب حقه النادي الأهلي فشل في حاجة واحدة بس في اللي بيحصل ده مش سكة النادي الأهلي السب والشتم واللعن مش دي سكة النادي الأهلي النادي الأهلي ما عرفش يعملها دي الحاجة الوحيدة اللي النادي الأهلي ما عرفش يعملها لأنه مستكته سكة ناس ثانية احنا عارفينهم ولكن لازم يكون فيه وقفة هنا لازم يكون فيه وقفة لان اللي حصل اليومين 3 اللي فاته لو حد من المنظومة الرياضية ما تحركش وخد قرار يبقى على المنظومة الرياضية كلها السلام يبقى على المنظومة الرياضية كلها السلام اللي حصل ما حد بيش يسكت عنه لو فيه مسؤول محترم في المنظومة الرياضية ما يذكرش على اللي حصل مين بقى اللي حيحقق ومين اللي حيشوف ومين اللي حياخد قرار ومين اللي حيحاسب ما عرفش قديني مستني وإحنا كلنا مستنيين جمهور النادي الاهلي بيعرف ياخد حققه عبر السوشيال ميديا النادي الاهلي بيعرف ياخد حققه عبر القانون ولكن اللي حصل ده لازم لازم يتحقق مع اللقساء لرموز النادي الاهلي لازم يتخذ قرار في اللأساء لرموز النادي الأهلي لازم وقفة الوقفة دي إمتى؟ الله أعلم قدينا مستنين